الآن لو أردنا أن نترجم الأسماء مثلا نأخذ هنري لو بالعربيين ترجم سيد الدار أصل كلمة ترجم معنها سيد الدار كلمة جرمانية قديمة هنري هنريتا هنريتا هي المؤنثة منه سيدة الدار ست الدار وجاءت ست الدار شاز دار وعنده ابنته الكبرى كان اسمها هنريتا ومات بين ذراعي ابنته ست الدار شو الكلام الفرق من ست الدار عمره داره ما سمع بالاسم هذا ست الدار أو مثلا مارك عربي يقولون مرقص قال ما الصحيح مارك مارك ترجمتها من ريخي المزاج نسبة إلى المريخ مارك ومارسيل هي المؤنث منه على فكرة وإن تسمى به الذكور مارسيل خليفة مارسيل هي مؤنث من مارك ومارك معنى مريخي المزاج يعني واحد حربي واحد غضوب هذا معنى أنه مريخي المزاج كلاوديوس معنى هالأعرج قل لي كلاوديوس عاد مئات الشخصيات الفكرية والسياسية والعسكرية اسمها إيه؟ كلاوديوس ولا ما الصحيح قل لي كلاوديوس مع الأعرج جاء الأعرج لن يفهم أحد هم تصرفوا على نحو أكثر إخلالا باسم رسول الله الذي يجدونه مكتوبا عندهم هذا التصرف أيها الإخوة يظهر ويضح مع كلمة إيه أو مع اسم أو علم الفارق ليطر الفارق ليطر أول شيء العجيب طبعا هذه الكلمة وهذا الاسم حيّر الباحثين أو أرادوا أن يتحيّروا فمنهم من إيه؟ من ترجمه بالمعزي يعني بغي أن لا يترجم ومنهم من ترجمه بالناصر ومنهم من ترجمه بالماحي ومنهم من ترجمه بالماحي ذكرناها والمعزي منهم من ترجمه بالرحمة اجتهد قال هذا رحمة لأناس كثيرين وفرح بيها بعض المسلمين رحمة العالمين شيء كثيرا ومنهم كالبروفيسور ذكرت لكم هذا أعتقد أكثر من مرة العلامة الإطالي الكبير كان أستاذا في جامعة القاهرة أول ما أنشئت أول إنشاية كارلون لينو صاحب المحاضرة الشهيرة في علم الفلك عند العرب علمه كبير وخبير باللغات الشرقية حين أله عليه وأحرجه العلامة عبداللهاب النجار في معنى الباركليتس أو الفارقليط في العول قال المعزي قال له أنا لا أسأل إيه لينو المتعصب النصراني أسأل البروفيسور كارلون لينو الخبير باللغات قال فأحمر وجهه وأطرق برأسي وقال باركليتس ترادف تعادل أفعل التفضيل من الحمد في العربية ومحبش يقول أحمد شيء يقشع البدن فهمه على أصولها قال باركليتس معنى أحمد ولذلك في سورة الصف ووضح أنه هذا راجح في سورة الصف وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسولي يأتي من بعد اسمه أحمد الله قال لك المعزي هذا هو هذا أحمد ليس المعزي اسمه أحمد قال لهم أحسن أروه عشان يأتي أحمد وأحمد يبقى معكم إلى الأبد في يحنى أيضا في يحنى في إنجيل يحنى وصفه بأوصاف دقيقة فقال عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام وآله وأتباعي بإحسان قال عندي مع الكلام أشياء كثيرة أمور كثيرة لأقول لكم ولكن أنتم الآن في هذا الوقت لا تستطيعون أن تحتملوا الحق الذي أعرفه كل لا أستطيع أن أفضي به إليكم قوقكم يقصر عن لا تستطيعون أن تحتملوا ولكن إن جاء ذاك روح الحق طبعا القرآن من أوله لآخره إننا أرسلناك بالحق بشيرا وبالحق أنزلناه وبالحق النزل هو الذي أرسل رسوله بالهدى وديني الحق ليظهره على الدين عشرات الآيات القرآن حق نزل بالحق ومحمد أرسل بالحق الحق الحق هم يقول Spirit of truth روح الحقيقة قال أما إن جاء الذاك روح الحق فيتكلم بالحق كله يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون ويعفو عن كثير لا إله إلا الله الحق اليوم أكملت لكم دينكم والدين واحد على فكرة الدين ليس هو المحمدية الدين هو الإسلام دين آدم ونوح إدريس وموسى وعيسى ومحمد محمد يقول كما قال أخو عيسى الدين قبل لم يكن كاملا في أشياء لم يعدل الله أن تقال أما أنا فأنا آخر واحد آخر نبي ولا بد أن ألقي إليكم كل ما ألقي إلي وحذَّره الله أن يكتم شيئا تحت طائلة جريمة أنه ما بلَّغ الرسالة لأنه ما بتقولش بلغت الرسالة بلغ كل ما أنزل إليك من ربك وما تخافش الناس الله يعصموك من الناس قال هذا روح الحق فيتكلم بالحق كله ليس بجزء ما يلحق كل الحق يظهره من هو الشخص أو النبي إذن الذي بعث بعد عيسى وأظهر الحق كله قال لأنه لا يتكلم عن لسانه هو يتكلم بما يلقى إليه ذاك يمجدني الله أكبر وصفه أيضا وصف الفارق ليط هذا بأنه يمجده يتكلم بكل الوحي لا يكتم منه شيئا ويكمل به الحق والوحي ويمجدني لماذا؟ لأنكم كما تعلمون الآخرون قالوا عنه ابن الزنا وقالوا عنه ابن الشيطان ولد الشيطان أما محمد فقال عنه كلمة الله وروح الله وقال إن الله رفعه إليه وطهره لم يجعل الكافرين عليه سبيلا وقال أيضا إنه عبد مبارك وبأينما كان مبارك أينما كان تحل معه وبه البركة وبأنه بر بوالدته وأنه ليس جبارا وليس شقيا ولم صحيح وأنه عبد الله ورسوله وأنه حق أيضا قول الحق الذي فيه يمتن هذا هو الحق في عيسى وأنه 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 شيء عجيب جدا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث الله أكبر قال ذاك يمجدني من هو الذي أرسل بعد عيسى ومجد عيسى محمد انظروا لإخواني النصارى هدهم الله يقولون هذا المذكور روح القدس كلام فارق طبعا روح القدس روح القدس موجود مع عيسى أو قابل عيسى يحيى عليه السلام في الإنجيل نشأ في رحم أمه ممتلئا بروح القدس روح القدس موجود مع الأنبياء جميعا وبعدين روح القدس ما الذي قاله وما الذي زاده في شرع عيسى واكتمل به الحق وهي قلنا أي بعد عيسى تقريبا أزيد من ألفين سنة لا شيء الوحيد الذي أتى بالتكملة وأتم الله به النعمة وأكمل به الدين هو محمد ابن عبد الله صلواته ربي وتسليماته عليه نسأل الله الهداية وتثبيت الهداية ومزيدا من الهداية والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم هناك محاولة أخرى لطيفة جدا لعالم وباحث مصري فاضل في الحقيقة وهو الأستاذ رأوف أبو سعدة إن كان حيا فأسأل الله أن يمتع بطول عمري وهو عالم محقق بلا شك عالم محقق ومدقق ما شاء الله قال أنا أرى أن الفارقليط ليست أصدى اللفظة يونانية كيف فارقليطس باليونانية قال هذه الكلمة لم تعرف في المعجم اليوناني في لغة اليونان قبل عهد عيسى عرفت بعد ذلك عجيب ملاحظة مهمة جدا في علم اللغات إذن يقول العلامة إي أبو سعدة وبناء علي فأنا أرجح أنها لفظة آرامية عبرية آرامية عبرية ثم ذهب يحللها وهو عالم بالآرامية وبالعبرية ما شاء الله بلغات كثيرة رجل مشتهد قال هي مقطعان الفارق ليط مقطعان الفارق والليط الفارق قال هذا جذر فارق بالآرامية والعبرية يعني ماذا وضع وحط يضع عنك شيئا يحط عنك شيئا الفارق هذا الجذر هذه معناها والليط من معانيها الشيء إذا علق بشيء أو لزق بشيء قال فأنا أفسر الفارق ليط هو الذي يضع عنهم إصرهم عجيب شيء دقيق أيضا هذا شيء دقيق حل الكلمة فككها آراميا عبريا قال هذه معناها فارق ليط واضع الإصر يحط ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الله أكبر فسواء كان مثل ما قال البروفيسور لينلو معناها أحمد وهذا أعجب أعجب إلينا يعجبون أكثر أو الفارق ليط واضع لإصر فهو أيضا عجيب فهو أيضا عجيب